والله اللبناني إن مقاتله استادفوا تحركا لجنود إسرائيليين في محيط ثقنة راميمة بقطائف المدفعية ردا على عدوان الاحتلال على غزة وإسنادا للمقاومة واجاء في بيانين منفصلين للحزب أنه نفث هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس النقور البحري الإسرائيلي كما استادف تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقعي حدب يارين وحانيتة وثقنة زبدين وموقع رويسات العلب مع تحقيقه إصابات مباشرة